عشان نعرف كل التفاصيل المتعلقة عن آخر أخبار النادي الأهلي من خلال مرسلتنا نورهان طمان مرسلة قناة الأهلي من مقر النادي بالجزيرة صباح الفل عليك يا نورهان وقللنا بقى الأخبار اللي عندك صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهوان صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة يمكن الأجواء في النادي هادية نوعا ما بس مع مرور الوقت واقتراب معاد التمرين يعني بيكون فيه كسافة لتواجد الأعضاء داخل النادي أكتر النهاردة طبعا أولى استعدادات الفريق لمباراة القمة اللي هي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الجولة 21 من بطولة الدوري ده طبعا بعد راحة منحها المدير الفني 24 ساعة للعبين زي ما حضرتكم قلته قبل ما أنا أكون موجودة بعد مباراة أسوان اللي حسمها النادي الأهلي لصالحه بسلسية نظيفة النهاردة ريني فيلر عنده يعني مهام كتيرة جدا قبل المران هيكون فيه محاضرة فنية للعبين للوقوف على إيجابيات وسلبيات الفريق اللي ظهرت فيه مباراة أسوان الأخيرة كمان المدير الفني عنده جلسة مع الجهاز المعاون بحضور طبعا كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة للوقوف على آخر مستجدات الفريق وطبعا بحث إمكانية البرنامج الأيام المقبلة للفريق قبل مباراة الزمالك كمان زي ما انت قلتوا فيه فحص طبي طبعا لأحمد الشيخ وجرالدو بعد شكوتهم الأخيرة في مباراة أسوان واللي هتحدث بناء عليها مشاركتهم من عدمها في التدريبات الجمعية للفريق أحمد الشيخ كان اشتكى ببعض الألام في الكاحل ويا جرالدو كان اشتكى ببعض الألام في العضلة الخلفية كمان فيه تقرير طبي ينتظره النهاردة المدير الفني ريني فيلر من طبيب الفريق دكتور خالد محمود للوقوف على آخر مستجدات قائمة المصابين اللي احنا زي ما عارفين طبعا بتضم كل من محمد محمود وسعد سمير وكريم ندفد ومؤخرا طبعا محمود وتولي بعد صبته بقطع في رباط الصليبي بمواراة أسوان دي كانت يعني أبرز المشاهد هنا من داخل مقر النادي في الجزيرة يمكن طبعا فيه يعني اثمان بالاجراءات الاحترازية للأعضاء وزي ما قلنا فيه كسافة نوعا ما بتزيد مع الوقت فيه مع اقترابنا طبعا لمران الفريق الساعة خمسة ده يعني أبرز مشاهد الفريق النهاردة هنا من مقر النادي شكرا لك جدا يا كريم وشكرا لك جدا يا نهوان نورتينا وصباح الفل عليكي ومستمرين طبعا مع كل حضراتكم في مجموعة من الأخبار من كل مكان وعلى صعيد كل الرياضات المختلفة